الطريق إلى ترشيح شخصية جديدة لتولي منصب رئاسة الوزراء في العراق وعلى ما يبدو هو الأصعب أمام الكتل السياسية فالتوافق والمحاصصة باتا خيارين ملغمين وينذران انطبقا بتفجير الأزمة وتعقيدها تنازل سائرون عن الكتلة الأكبر يعني أن تحالف الفتح صاحب المركز الثاني في الانتخابات الماضية هو المسؤول عن تقديم المرشح أو تتم العودة إلى التحالفات السابقة فيكون تحالف البناء هو المتصدي لهذه المهمة يقول مراقبون لكن العقدة هي الرفض المستمر لأي أسماء يتم ترشيحها بعد استقاط الحكومة المشهد السياسي أصبح معقد لا بد أن يتم يقوم رئيس الجمهورية بالمصادق على مرشح الكتلة الأكبر خلال 16 يوما ولا بد لرئيس الوزراء الجديد أن يقوم بالمصادق على اختيار كابينتي خلال 30 يوم السخف الدستوري الذي حدد 15 يوما بعد استقالة حكومة عبد المهدي لترشيح البديل ربما لا يسعف الأفريقاء في حسم ملف رئيس الوزراء الجديد في ظل انشطار المواقف وتشابكها لكن ثم تمخرج طارئ لتلك الكتل وفق متابعين يتمثل في تمرير قانون الانتخاب ومفوضيته بغية تحقيق التفاهم مع الشارع كثير من الإجراءات لحل هذه الأزمة أولها هو ما طالبت به الكثير من على رأس المرجعية وكثير من المراقبين عادت قانون الانتخاب والمفوضية وبالتالي الكثير هناك حزمة إصلاحات ومع تداول عدة أسماء سياسية لمنصب رئاسة الوزراء فإن رجع الصدى كان واضحا من قبل الشارع وبعض الزعامات السياسية لا مكان لسياسي معروف لهذه المهمة إلا عن طريق الشعب حراك الكتل السياسية العراقية لتسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة سيبقى في دائرة السجال وفق المراقبين وباعتراف الأفريقاء أنفسهم ما لم يكن للشارع حضور وقبول للخيار الأخير للمرشح محمد الفهد بغداد الميادين الميادين